اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين توصل العمل نحو تحقيق الاهداف المرسومة لقطاع الطاقة كونه احد القطاعات الحيوية التي ترتكز عليه العديد من المبادرات التنموية التي تسعى لتحقيق النماء والازدهار للوطن وابنائه بما يسهم في رفض منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مشيرا سمو الى مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع النفط والغاز في المملكة من خلال العديد من المشاريع الكبرى والتي من اهمها مشروع تحديث مصفات شركة نفط البحرين بابكو الذي يعد اكبر مشروع حيوي في تاريخ مملكة البحرين لافتا سمو الى موصلة عمليات الاستكشافات النفطية في ظل الاكتشاف النفطي الاكبر في تاريخ مملكة البحرين الى جانب الاستمرار في تطوير حقل البحرين والعمل على مشروع منصة الغاز الطبيعي المسال والتي ستحقق نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز وضمان استدامته بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويصب في خدمة الاقتصاد الوطني جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم بحضور اصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي المرافق لسموه الى مقر شركة تكنيب اف ام سي الايطالية حيث كان في استقباله رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة دوغلاس بيفرد هيرت وعدد من كبار المسؤولين في الشركة حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة باطلاع سموه على اهم مرافق الشركة واقسامها وهم العمليات التي يطلع بها كل قسم من هذه الاقسام كما استمع سموه الى اجاز حول سير العمل الذي تقوم به الشركة بمشروع تحديث مصفات بابكو كونها شريكا اساسيا في تنفيذ هذا المشروع الضخم من خلال العمل على التصاميم الهندسية لبرنامج تحديث المصفات وادارة سلسلة من المشاريع المؤدية لزيادة الطاقة الانتاجية وتغيير نوعية المشتقات النفطية من مشتقات ثقيلة الى مشتقات خفيفة منخفضة الكبريت كما التقى سموه خلال زيارته للشركة بعدد من المهندسين البحرينيين الملتحقين ببرامج تدريبية في الشركة مشيدا بحرصهم على اكتساب الخبرات والمهارات الحديثة في قطاع النفط والغاز واشار سموه لما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز مفهوم الابتكار والابداع في كفة القطاعات منوها باهمية العمل على تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي والتحول من الاقتصاد النفطي الى الاقتصاد النفطي الذكي بما يواصل تحقيق النمو للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية المملكة مشيرا الى ان تحقيق الابتكار والابداع التكنولوجي في صناعة النفط والغاز من شأنه ان يسهم في مواصلة تنمية وتطوير هذه الصناعة بما يحقق التطلعات المنشودة مؤكدا على ضرورة تعزيز مقومات البنية التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية عبر توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة من جانبي عرب الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته لمقر الشركة وما يبديه السموه من اهتمام في متابعة سير الشراكة القائمة بين شركة تكنيب وشركة نفط البحرين بابكو وحرسه على الاطلاع على المراحل التي وصل اليها مشروع تحديث المصفاه وعلى عمليات كافة اقسام الشركة والاطمئنان على السير تدريب المهندسين البحرينيين الملتحقين ببرامج التدريب لدى الشركة مؤكدا اهتمام الشركة الكبير بمشاريع التطوير لقطاع النفط والغاز والتي تطلع الشركة بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية المبرمة في هذا الشان مع شركة بابكو تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لثروات الطبيعية والامن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله شرعت المملكة في تنفيذ احد المشروعات الوطنية الكبرى وهو توسعة مصفات بابكو يهدف المشروع الى رفع الطاقة الانتاجية في المصفاه الى 360 الف برميل يوميا من نحو 267 الف برميل يوميا ما سيساهم في زيادة ايرادات المملكة وتعزيز القدرات في مجال صناعات النفط والغاز ويعد المشروع احد المشاريع التطويرية المهمة في مجال النفط والغاز التي تجري حاليا ويشمل بناء وحدة تكسير جديدة اضافة الى زيادة طاقة وحدة التكسير الهايدروجيني المعتدلة الى 70 الف برميل يوميا من نحو 54 الف برميل يوميا وقد حققت البحرين نجاحا في توفير التمويل الذاتي للمشروع حيث تم توقع اتفاقية مع مؤسسة تيكنب FMC الامريكية لتزويد الخدمات الهندسية والشرائية والانشائية للمشروع ب4 مليارات و200 مليون دولار وينصب التركيز حاليا على الاعمال الهندسية الدقيقة والمشتريات مع وجود ثلاث فرق مكلفة بالعمل من اجل هذه المهام خارج البحرين في روما وسيول ومدريد وينتظر ان يسهم المشروع في تحقيق العديد من المكاسب للبحرين بدءا بتوفير عائدات كبيرة تخدم خزينة الدولة وتدعم الاقتصاد البطني مرورا بانتاج منتجات نظيفة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة نهيكا عن ان المشروع سيوفر فرص عمل عديدة للمواطنين ان نجاح البحرين في تطوير قدراتها النفطية عبر مثل هذه المشروعات القيمة يثبت ان المملكة تسير على الطريق الصحيح لدعم اقتصادها وتنميته بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن